شغلانا اتغيرت يعني السيستم اتغير زمان حتى ما كنا نيجي نسأل فيقول وإيه خمسين ستين سبعين عشرين تلاتين سبعين عشرين تمانين دلوقتي حركت نسأل اي حد بقى بعده ماشي السوبر الافريكي ماشي كده يقول لك كل حاجة واردة بسم الله الرحمن الرحيم زي ما نسأل حاسل قال التوقعات في كرة القدم يعني ما بقاش لها مكان او محل من الاعراب كان زمان ممكن تتوقع اي مباراة ممكن تتوقع من اللي حيكسب على الأقل بنسبة 80% حاليا ومع الفرقة الاربعة اللي موجودة لأ صعب التوقع ومحدش يقول لأصل الاهل فريق والزمالك دايما حط المفاجآت ودايما تحط المنافس بتاعك اسكواد وإيه استعداد وإيه قبل بتتكلم عن نفسك طب في حاجة حضراتك ونزال بتحطها في الكفة ايه اللي في الكفة؟ حاجة كنا بتحطها في الكفة فتخليها طب كده اللي هي الجمهور ما بقاتش ليه تأثير اللي هو الكبير تأثير الكبير بتاع الجمهور مش زي زمان بليه بقى؟ بقى لنا تلات سنين بلعب نجدون جمهور بصراح كبير ده فنا بقى لنا كم سنة بلعب نجدون جمهور ونهار اللي بيبقى فيه جمهور فيه خمس تلاف ونقفرحانين قاوي انه هو ممكن يزيله السبعة ولو عملنا يعني نتكلمنا مش هاد كان بمكالمات ومدخلات نخليهم عاشر فيه للجمهور ودي اديت فرص بس اللقاءات ده بجمهور يعني النهاردة الاهل بجمهور او الزمالك بجمهور وغير بل معاك انا اصدق لك ان عدم موجود جمهور في الفترة اللي فاتت ادت الفرصة لغالبية الفرق اللي هي غير جمهورية انها تحط رجلها على ارض الواقع صح صح بس بروع الجمهور بقى في المتشاط اللي زي دي لأ ممكن يكون ليه تأثير في المتشاط اللي زي كده يبقى ليه تأثير خاصة انت بتكلم على جماهير الاهل والزمالك وهم لهم شعبية جامدة هنا في الامارات وسط الجالية المصرية ممكن يكون ليه تأثير بس برضو يعني تأثير بتاعه اصبح هامشي اه معاهم انا مش هخليك يعني حاولك ايه ماذا كانت تأثير جمهور الاهل الكبير في المتش السوبر الافريكي ما هو بيقابل جمهور الزمالك الكبير حلوة قوي التأثيرك انت علي ايه انت شفت الاهل كان في المتش اللي جاي اه ما جايش صح مع ان جمهوره جاي بس المتش ده استثناء لان فيه ثقة راكب ثقة حلوة قوي تطف حتة تانية ان هناك عوامل اخرى تتحكم في نتيجة المباراة غير الجمهور الجمهورية ما هيكون عامل مساعد ويجي في الدرجة تالتة ورابعة وخمسة العامل الاساسي والاول والتاني والتالت استعدادك انت كلاعيبة وكفريق مدرب خطتك للمباراة وحالة اللاعبين اثناء المباراة مش حالتها الفنية صح حالتها الزهنية صح وده اللي كان عليه الآلف ومتش الصبر الافريكي هو ده دايما رهاننا تسعين دقيقة